إيه رأيك بقى في قصة هودة والأهالي اللي بيضطروا يخلوا عيالهم يجروا على أي حد بس ما يبقوش معاهم؟ قصة هودة حقيقة هي محطوط فيها عنوين لتسع أو عشر مشكلات بيعاني منها المجتمع باستمرار مشكلات طبعاً اجتماعية يعاني منها المجتمع كل حتة لو قفنا عندها وما كملناش تصلح أن هي تبقى مشكلة في حد ذاتها ونور نتكلم فيها حلقة كاملة قولي بقى إيه هم يعني قوليك بس بغير ما تبقى حلقة كاملة من خلال الأب والأم اللي كل واحد فيهم انفصل عن التاني ثم كل واحد فيهم راح ارتبط بحد ونسابوا أولادهم أو أهملوهم ده ارتبط بزوجة وهي ارتبطت بزوج ومش مهم الأولاد المهم أن احنا نجاوز حالة تاني ده بيبقى عنده ولا مفيش مسئولية ولا هما كده من الأول يعني هي ممكن يكون حاجات كتيرة يعني طبعاً ممكن تكون حتة أن هما مش كنت حاملين مسئولية الأولاد ممكن يكون حتة أن هما خلاص انفلتت بقى من الزواج كنت خلاص خلصت من الزوج ده نفسي بقى ارتبط بحد تاني وهو نفس الكلام أنا دي اللي كانت تعباني ولي كانت أرفاني فنفسي عيش حياتي بقى اللي هو بيحلم بيها وعلى فكرة بيبيعيشهاش قوي يعني ولا حاجة فيروح يرتبط بواحدة تانية على حساب أولاده ومش مهم الأولاد فهو يسيبهم للأم والأم يسيبهم للأب وهكذا يبقى دي حد ذاتها أول مشكلة ممكن نقول عليها تفاكك وسهل وليه الخل ممكن يعمل كده نوع يعني بناته ولا خليهم يلبسوا ويعملوا عشان الأرسان تشوفهم ويتعرفوا على الناس جديدة وهي لا أعشى راجع لهم مطلقة يعني ده طبعا بالنسبة له علشان طبعا دي مش بنته وفي نفس الوقت وهو حاضر في اعتباره دي مطلقة زي ما حرق قلت يبقى المطلقة دي ما ده عنوان تاني الحلقة تاني عنوان تاني الموضوع تاني المطلقة وكيفية التعامل معها في المجتمع نظرة المجتمع للمطلقة المطلقة دي واحدة ارتبطت بواحد حصل بينهم ظروف ما اتفقوش مع بعض اتطلقوا فإحنا النهاردة لا أنا نظلها نظرة مختلفة عن باقية الناس وعن باقية البنات ديما بنلومها ونقول ان هي السبب عشان ما حافظتش على بيتها لكن الراجل عمرنا ما نقول عليك طب والراجل ده ممكن يكون هو سبب كل المشكلات كرها في العيشة ممكن يكراها في العيشة ممكن يجيب لها مشاكل نفسية ممكن هو بوز الدنيا كلها طب ما هو الراجل اللي هو الأولين اللي هو الأب ما هو ممكن يكون سبب كل المشكلات اللي حصلة دي في العيلة بسبب هذا الأب فإحنا نقول بقى في الآخر اللي هي مطلقة يبقى هي اللي عليها اللوم طب هي ممكن تكون صغيرة ما تعرفش مصلحتها فيه فبالتالي لما يجي لها واحدة عنده 32 سنة وهي عندها 16 سنة وده برضو مشكلة تانية الزواج من حد أكبر مني بهذا السنة وكمان زواج واحدة صغيرة أنا عايز أقول له حريك 16 سنة بناتنا والدنا اللي عنده في هذا السن بتالي ما كاننش 16 اللي هي بتقول اتطلقته 18 والجوز 3 سنين فأكيد كانت 15 كانت كمان يعني احنا بنتكلم على أن الأولاد دول في مرحلة المراهقة ولسه بيبتدوا حياتهم وبيلعبوا عايزين يخرجوا فهي بتروح تتزوج وتتحمل مسؤولية فبالتالي يبقى احنا كنا عندنا برضو زواج واحدة في سنة بنتة في سنة صغيرة هتحملها المسؤولية وزواجها من من هو أكبر منها بمراحل كبيرة جدا فلس ان هو بارد بيأكل ويشرب وينام وبس وبيشتري يعني يكنوا بيشتري لغلابة عشان وهي الثالثة جوازة الثالثة طب انكم ما سألتوش عليه بقى برضو عندنا مشكلة كمان ما بيسألوش على الزوج اللي جاي يرتبط ببنتهم ويعرفوا عنه التفاصيل لأنه هو الراجل ما كانش مثلا بيعمل حاجات في السر ده كان بيتجوز يعني بيتجوز يعني معروف طبعا فلو راحوا سألوا عنه كانوا انه هو هيعرفه طب ايه هو لما انفصل عن اتنين طب ايه الاسباب اللي خلتوا انفصل عنهم هل هي بس سوء توفيق ولا هو عنده هو لما واحدة بتيجي تتجوز واحد مطلق لازم تعرف الاسباب من المطلقة نفسها ولا بتعرف من مين لا ممكن تعرفها من خلاله هو اصلا ممكن مطلقة ونتقدرش الوصول طب مو اكيد مش ممكن مقوش الحقيقة برده تمام يبقى احنا عندنا فيه اهل بيستشفه فيه كلام كبير الابنت دي اصلاها صغيرة قوي انها تستشفها يعني هو من كلامه ونقدر نستشف الحقيقة نقدر نستشف بعض الحقيقة ممكن ناخد بعض الحقيقة من مثلا ونحن بنتكلم لما نكون فترة الخطوة بقى معقولة زي ما احنا بنقول فترة الخطوة ما تقلش عن سنة بنشوف بعض فيها بيحصل التواصل الاهل بيعرفوا الاهل ودول بيدخلوا الطبيعي الشيء الطبيعي اللي احنا طلبينه حيقدروا يوصلوا هو لي المشكلات اللي كانت موجودة عنده وانما نروح نطلصة كده يا الله جوازة والسلام وبعدين هي هنا بتقولها انا اتخططت سبع شهور انا متأكد ان السبع شهور ما كانتش فيهم تواصل باستمرار يعني شوفها كل ثلاث أسابيع مرة يروح يتغدى عندهم يا لو كان السبع شهور دي بيشوفها كل يوم مش هنقول كل يوم بس هنقول يعني بيشوفها باستمرار يعني مش عايز كدبت كل يوم كانوا كفاية يعني انا مبدأي سنة وانت طالق كمان في الوقت الحالي بس هنقول ماشي ممكن كانت تقدر تعرف بس مش البنت دي حد تاني يكون اكبر منها تب السنة دي يحصل فيها ايه دكتور ليه دايما من نقول سنة بقول سنة لان احنا المعدلات الطلاق مع ارتفاعها ومشكلات الزوجية بقينا نشوف ان من ضمن اهم العيوب او اهم المشكلات يقول لك سوء اختيار شريك الحياة ده يعني العنوان اللي احنا لو اعدت سنة ما هيبقى حسن الاختيار بتاع شريك الحياة لا هيبقى عندي فترة ان انا حدرك انا ممكن اخدع حدرك شوية بمظهري بكلمتين وانا بشوفك فترات قليلة انما لما تشوفيني كتير وتشوفيني في احوال كتيرة وتشوفيني وانا متعصب وانا زعلان وانا فرحان وانا ببخل عليكي ولا بصرف عليكي كوي كل الحاجات دي مع الوقت بيبين على الاقل نقول ايه على الاقل اللي بعمل اللي علي مش ان انا اروح ايه اتجوز بسرعة وخلاص فبالتالي اعتقد ان هذا الرنج بقول سانة فهمة اكتر كمان في ظل الاوضاع الحالية يبقى مناسب جدا لان احنا مش عايزين نقول ان انا خايف تتفسخ الخطوبة ثم لايكي نفسي بعد كده في حالة طلاق اه طب يعني طبعا دي حاجاتكو لازم احرك شايفة حاجاتكو لها كل ما نيجي نمسك في حاجة هتلاقي ان هي تسطح لان احنا نقعد نناقشها كل شوية وبعدين حتة ان هي بقى بتكلم واحد تاني ايه اللي يخلي الست ترجع تتكلم واحد تاني طبعا ما احنا هنقول ان ده غلط عشان نبقى برضو ايه مش ممكن اقول ان ده صح ولا هو قرده انا عايز اعرف ومليون في المية غلط بس اعايز اعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي واحدة اول سبب ما لقيتش الحاجة اللي هي محتاجة يعني ان هي ما لقيتش الحب والحنان والاحتواء عند زوجها نمرة اتنين ممكن تكون هي نفسها منفلتة بس البنت دي على حسب اللي احنا شايفينه هي يعني الكلام اللي جاي لنا منها هي باين عليها غلبيا انما في الواقع ممكن تكون برضو واحدة منفلتة ممكن تكون زي ما احنا قلنا ما لقيتش الحب والحنان والاحترام والتقدير ممكن تعمل كده حتى لو كانت سيئة سوية لا مش اي ست هو فيه طبعا ناس ممكن تضعف وهو زي اي حاجة ممكن هتحط قدامي فلوس انا راجل مثلا قوة مش اقول واحد تاني يلاقي الدرج مفتوح الوحمد اليدواخد فبالتالي مش اي ست هيتحط قدامها الحاجة الغلط فهتروح تعملها انما في بعض السيدات هيخطأ واخطأ نتيجة ضعف عندهم ضعف ايمان ضعف كمان خلي بالحضراتك ان فيه طرف اخر ممكن قوة الضغط اللي هو ضغطها عليها يعني فيه واحد كده الضغط بسيط فيه حد تاني يمكرهها في عشتها واحيانا بيبقى عندي يعني ممكن تشوفها انه عشان الزوج عمل كده الزوجة بتعمل كده تقولك بلغة درجة انا بغربيه عشان يحر ده ممكن يكون احد الاسباب لما اتكلمت مع حضرك في حلقة من حلقات عن الزوج النرجيسي والزوج النرجيسي ده بيفضل طول وقت متملك الضحية بتاعته عمال يئزي فيها ومش هسيبك ده حد ما الضحية تشرد منه وتعمل ايه كمالنفسه يا بقى بيبقى عندها حاجة من الاتنين لو تعرف تمشي منه وتسيبه يما ممكن برضو تكون عارفة ان هي ملهاش مكان تاني معندهاش امكانيات مادية معندهاش مكان هتروح له فبالتالي ايه الامل بالنسبة لها المنفس يظهر لها حد ممكن تتكلم معايا فتفاضله تحكيله تضعف قدامها كذا ده اللي بيحصل للأسف طبع انت كان جوزها ما تعملها كويس وعملها بحنان وبحتواء الستة هتدي لك افضل ما عندها لو هي طبعا ستة سوية محترمة كده هتديك افضل ما عندها ويكونش لك في حبابي عينيها زي ما بيقول انما لا انا هروحها ازيها واتعيبها وبتاع وهتفضل زي كده ومش هسيبك ومش هطلقك ومش هعملك طب وفي الاخر ما هي هتعمل حاجة يعني لو هي ضعيفة هتم ممكن تعمل حاجة غير بس هي بتقولها وما تطلقهاش بها عشان هي كلمة حد تطلقها عشان عارف ان هي عندها عارف ان هي عندها مشكلة في الرحم ومش هتخلف يعني هي هو ده اللي هي بتقوله انا يعني الحتة دي من كل الكلام بتاعها عجبني بس الحتة دي يمكن يمكن اقول ان هي لا اصحية اطلقتها زمن مباشرة بعد ما عارف يعني بعد ما عارف الموضوع رحت اللقها حتى هي ما ذكرتش قصة عدم الخلفة دي في معرض الحديث بتاعها كله غير بعد مكالمة التليفون اللي اكتشفها فبالتالي انا شايف انه هو يعني اه كان عارف المشكلة وكان ساكت لكن وكمان بقى بتتكلمي واحد في التليفون طب يعني انت مش كفاء اللي انت فيه طب اتفتكر هو كان عايز اصلا يخلف منها تفتكر لما هو ما خلفش بتقليل من الاتنين اللي فاتوا وانا ما قالتش حاجة ما قالتش حاجة مش عارفين هو خلف منها هو عايز يخلف ولا لا بس هو في الاخر يعني حطرها بقى الحتة دي ان انت ما بتخلي فيه او فيه احتمال ان انت ما بتخلي فيهش مع ان انت كمان بتكلمي حد كمان يبقى بالسلامة اتفضلي اروحي عند اهلك هو تصرف تصرف سليم تحليلك ايه شخصيته لا شخصيته هو انسان مستهتر غير متحمل للمسئولية شخص اناني شخص ما عندوش يعني احترام للطرف الآخر لانه عمالي يتجوز ويطلق ويجوز وهي كمان طلقه بس لما كان عارف اني بتكلم حد تصرف الطبيع اذا راجل بيبقى يعني تصرف الطبيع هو ان هو يعني هيطلقها يا اما هياخد منها موقف يعني غريبا هيكون الطلاق يعني انا الموقف اللي زي كده اللي مرت بي ان انا سمعت عن هذا الامر يبيكون الطلاق يبيكون مشكلة كبيرة جدا ما بتعرفش تتسد غير بعد فترة طويلة جدا انه هو يبتدي يهدى ويبتدي يستعيد في رجالة بتهدى وتستعيد في بعض الشخصيات بيرعي بعد مبدئين العشرة وانه هي لو كانت بتكلم في حاجة بسيطة وما دخلتش في موضعها هي بتقول كلام مش علاقة او خروجة او 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 يعني كلام كلام عادي ممكن تقوله انا عندي ظروف وحاصل انت سيبني وانت مش عارف ايه مع انه عنده عشرة مع انه عنده اولاد منها مع انه ممكن يكون بيحبها فهو يشوفها في الاخر يصفق عليها ولكن طبعا بمحازير كتير يعملها وبتنزولها كتير لازم تقدمها له عشان هي غلطت فبالتالي لازم تدفع تمن غلطتها دي قدام فممكن يوصل لهذا الامر انا يعني عشان اكون صادق هو امر بي هذا الموقف من بعض الشكاوة وفي رجالة بتسامح في رجالة بتسامح في رجالة بصراحة هو حتى صفات الشخص اللي كده دايما الزوجة بتقول عليه انه هو مشكلته معها انه هو طيب زيادة عن لزوم متساهل بس بيزلها بعدها بقى وكده لا الشخصيات الطيبة دي ما بتزلش ما بتعرفش ما بيعرفش غير شخصيته عشان كده ولكن بياخب منها ضمانات شوية بيضمانها اكتر بيبقى محببة للدرجة دي بيبقى في البعض عنده هذا الشعور ولكن دايما بنتكلم ان ده قلة قليلة الغالبية عاي يطلقها يعني ايه الغالبية عاي يطلقها مع انه في مجتمعنا بتاليه موقف بيتعكس يعني الست بتسامح من غير ضمانات من غير اي حاجة اه ده للأسف اصاب يروح عندي البيت وبينام جنبي وقاعد مع العيال وبيحبن انا دي مجرد نازو طبعا 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 الستات عندها تسامح اعلى من الرجالة على حسب المورسات اللي هي ورساها اجتماعية اه يعني لو المجتمع كان بيقول انه ست زي راجل او راجل زي ست كانت هتختلف كانت هتختلف وعلى فكرة هو بره يعني بره اللي هما ممكن مثلا عندهم ظروف ومعتقدات اخرى عندهم الخيانة دي شيء يعني صعب التسامح للاتنين طبعا عندنا هنا المرأة عندها موروس اجتماع انه معلش فوتيل وانه هو كان احسن ما يتجوزها دي ازمة منتصف العمر يا اخو يا كويس انه اجت على مكالمة ها ها تقولك كويس انه اكلم واحدة بس فعلا هو كان ممكن يتجوز طب كويس انه هو اكلمها كلمتين وما تجوزهاش خلاص انت تقدر يترجعي انت اللي تقدر مش عالشي احنا عندنا كده فعلا في المجتمع يتقولك ما يتجوزش يعرف واحد علي اه ولكن يتجوز ويجبها لي طوله العمر لا اقول لحضرتك ليه هتخش معها في حقوق هتخش معها في ان هي تخلف وتبقى زي ازاي النهاردة دي تقدر تقوله ما ترحلاش بعد كده هتبقى امراض وانا رأي عمر واقع اه زي ما انت هي بيقعد معاك هي هيقعد معايا زي ما بيديك هيديني انما هي كده بالنسبة لها حد قليل كده ايه تهشه كده بالراحة والمشيف ساني فبالتالي الناس وعدها احسن وتفسيرك ايه بقى لشخصية الولد اللي هي كان بتكلمه زمان خالص لما رجعت تكلمه تاني افتكرت انه هيتجوزها والله هو ولد بيتسلى يعني قد يكون بيتسلى قد يكون بيستمع اليها وخلاص قد يكون هي بتفضل وصعبان عليه انا مش عارف برضو الولد ده ما تقالش عليه كلام كتير جدا غير انه هو موجود دايما في حياتها يعني كان عايز ارتبط بيها ومرتبطش وبعدين اتجوزت واحد فضل يكلمها وبعدين اتطلقت منه وبيديها بعض النصايح وبعد الافكار يا اما ممكن يكون هو بيتسلى بيها بضايا او يا اما برضو ممكن يا دكتور يعني تبقى مورسات في المجتمع انه هو لسه ما دخلش دونيا زي ما بيقوله او ما تجوزش قبل كده ما يفعش يتجوز مطلق ما هو مرضاش يتجوزها برضو هي في الاول يعني في الاول هو اتأخر عليها ما قالك ما كانش جاهز لقد يكون جاهز بس انا تجوز واحدة مطلقة لي طبعا بتبقى زي ما حالك وقلت مورسات المجتمع عندنا ان ده يبقى فيه مشكلة جدا معاين ممكن تكون المطلقة دي ما هي ما خلفتش وسنها اصغر من سنه واتجوزت فترة قليلة ايه المانا ان انا ممكن ارتبط بيها لا انت منفعش الجوازة باحد زيها مفروض اهلها كانوا يتعاملوا معها ازاي او المطلقة المفروض اهلها كانوا يتعاملوا معها بالاحتواء واحنا دايما احنا بنكلم على قصة المرأة المطلقة تعامل الاهل معا يا جماعة تعاملكم مع المرأة المطلقة لما ترجع لكم يا ريت ما نعطش انت رجعت معنا ان انت جاي بقى تشاركينا تاني في حياتنا احنا مش عايزينك انت متلزمناش هي عملوا كده احنا مش عايزينك تفضلي مع السلامة فيه ناس بتقعد معهم في البيت بيكرهوها برضو في العيشة هي طلقت رجعت لكم دي بنتكم محتاجة احتواء محتاجة حنان محتاجة ان احنا نتكلم معاها بحنية شوية وكمان نعرف ان هي ممكن بتمر بأزمة نفسية شديدة بتمر بجراح كبيرة ما تعمقوش الجراح اكتر من اللي هي شايفية ما تخلوهاش ان هي لو عندها أزمة وتعدي لا تبقى محتاجة علاج نفسي تبقى محتاجة تشعر ان هي يأسر تشعر ان هي جزها مش عايزة او ان هي مرغوبة بقى تاني في الدنيا بقى وانه في حنان وفي امان وفي 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 ممكن تاخد فرصة تانية حرم لانه فرصتها قبل كده بوزت تاخد تاني طب انت رايك حتى باباها لما قال لهم انا مليش دعوة بيها انتو اللي ربطوها اليوم الاول ده من اول القصة هو نصر لسالة فيدو باباها دايما اخوض فيه الامل من الاول اساسا من ساعة ما هو سبب المشاكل دي كلها انا اعتقد باباها